موسيقى لا تنسوا استخدام كود الايتم شوب اكس تو اكس تو واهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بالايب خلان نبدأ بالتفاصيل خلينا في البداية اعرض لكم الحزمة بطولة فينيزز طيب خلينا الان اوضح لكم كيف نقدر نربح الحزمة مجانا عن طريق بطولة فينيزز يوم الاثنين 14 اغسطس هتكون معانا بطولة فينيزز الان حبيين لكم نظام البطولة والشروط اللازمة وحبيين لكم كيف نقدر نجيب نقاط اضافية من خلالها نقدر نربح الحزمة مجانا اباكم تركزوا معي تمام عندنا اول شي البطولة هتكون الوضع الزوجي الوضع الزوجي نظام البطولة ثلاثة ساعات او عشرة مواجهات نفس نظام كل بطولة في نقطة مهمة دائما اوضحها في كل بطولة اذا انت شفت لك خوي حاول تشوف لك صاحب مرة كويس لعب معاك البطولة لانو خويك لو لعب معاك جيم او جيمين وسحب عليك ما تقدر تكمل البطولة بس في طريقة تاني انك انت تكمل البطولة انك انت تشوف لك سيرفر تاني يعني مثلا لعبت الشرق الاوسط خويك سحب عليك خلاص شوف لك سيرفر تاني وشوف لك خوي تاني وابدى البطولة من اول وجديد فهمتو كيف؟ طيب في طريقة دائما في كل بطولة انا اوضحها وهذه الطريقة الطريقة دائما تنجح اي شخص ما عنده اصحاب العب معهم البطولة اسفل المقطع يكتب اسمه يقول انا ابغى واحد العب مع البطولة ويكتب اسمه في اللعبة حاولوا تضيفوا بعض وتلعبوا البطولة تمام؟ طيب خلينا الان اوضح لكم اهم الشروط اللي من خلالها تقدر تشارك في البطولة اول شي ضروري يكون عمرك فوق 13 سنة اقل من 13 ما تقدر تلعب النقطة الثانية ان الضروري انت وخويك تكونوا مفاعلين المصادقة التنائية اذا انت ما فعلتها او ما تعرف تفاعلها كل اللي عليك انك انت تفتح الرابط اللي احط لكم اياه اسفل الفيديو في الرابط هذا في مقطع سابق لي في كل شي تتمنى كيف تفتح ايميل جديد حساب في السوني في الايبك في التويتش وكيف تربط الحسابات ومسوي على اجزاء ضبط نفسك انت وخويك علشان تقدروا تلعب البطولة الشرطة الثالث ضروري يكون مستوى حسابك 15 ايش يعني مستوى حسابك يعني عندك 15 ليفل او زيادة الشرطة الاخير يقولك ضروري يكون عندك التصنيف البرونزي التصنيف البرونزي اللي هو اول واحد كثير من البطولات ما تدقق في هذا الشي تمام فتقدر تشاركه في البطولة هذه اهم النقاط واهم الشروط طيب خلينا اتكلم لكم الآن على تفاصيل البطولة عندنا الانتصار الملكي 65 نقطة وكل تصفي عليها نقطتين صراحة مرة كويسة تمام طيب ايش الطريقة اللي من خلالها نقدر نحصل على نقاط اضافية ركزوا في هذا الشيء في كل بطولة في هذا الموسم اضافوا شيء جديد كل خزانة تفتحها انت وخويك خزانة اللي بالبطاقة تفتحها انت وخويك تحصل على ثلاثة نقاط الطريقة التانية انت تعرفوا جزيرة الغنائم اللي هي هذه تمام هذه جزيرة الغنائم فيها نقطة الاستحواذ هذه نقطة الاستحواذ اذا حصلت عليها انت وخويك تاخدوا ثلاثة نقاط وكثير من البطولات يعطوكم خمسة نقاط يعني يا ثلاثة يا خمسة تمام هذا الشيء مرة كويس وترى سووا اصلاح جديد لنقاط الاستحواذ ايش الاصلاح الجديد انه اول كنا ناخد نقطة الاستحواذ في خمسة وربعين ثانية الان الاصلاح الجديد اختلف انا نزلت الاصلاح الجديد ده في المنتدى تقدروا تشوفوه مو خمسة وربعين ثانية اذا انت وخويك جلست تحت نقطة الاستحواذ عشان تحصل عليها تجلس خمسة وعشرين ثانية بس اذا انتو سكواد عشر ثواني فهذا النظام مرحله فهذه طرق من خلالها تقدروا تحصلوا على نقاط ليش انا وضحتها لانه بعض الاشخاص لعبهم على قدهم ما يقدر يقتل يعني يدخل البطولة يتخبى يمين شمال يجمع نقاط اذا انت تخبيت تجمع نقاط واذا انت حصلت على نقطة الاستحواذ تحصل على نقاط واذا انت فكيت خزنات تحصل على نقاط تمام هذه افضل الطرق عشان تجمع على نقاط طيب هذه صورة تبين لكم جميع اه مواعيد السيرفرات وكل سيرفر كاميربح عندنا الشرق الاوسط من ستة لتسعة اللي يربح مئة شخص عندنا افضل شي اللي هو اوروبا الف وثلاثمائة شخص طيب فيه نقطة بوضح لكم اياها كثير من الناس يسألني يقولي ايش افضل سيرفر العب فيه عشان اربح البطولة هذا السؤال انا ما اقدر اجاوبك عليه ليه لانه على حسب النت اللي عندك او على حسب لعبك اذا انت لعبك على قدك لعبك ضعيف العب الشرق الاوسط اذا انت لعبك جامد العب اوروبا تمام وقبل البطولة حاول انك تجرب السيرفر يعني تدخل اوروبا تشوف النت معاك تمام ولا لا حتى وسط امريكا جرب النت تمام او لا وقتها انت تقرر اللي انت تبا تلعبه تمام طيب اذا انت بس انا لعبت البطولة انت وخويك وما ربحته الاسكن وجبته 8 نقاط تحصل على بخاخ مجاني بس الى الان من فك التشفير عنه بس هتحصل على بخاخ مجاني تمام طيب هذي اهم النقاط واهم الشروط خلينا الان نتكلم على الاسئلة اللي دايما تيجينه التعليقات خلينا اجاوبكم عليها عشان الكل يفهم اجابة لسؤاله السؤال الاول دائما السؤال هذا يجين يقولي كم اربح نقطة عشان احصل على الاسكن هذا السؤال انا ما اقدر اجاوبك عليه ليه لانه احنا ما احنا عارفين الناس كم بتجيب نقاط يعني مثلا عندك الشرق الاوسط اللي يربح مية شخص ضروري انت تكون من ضمن المية يعني كل اللي عليك شد حيلك انت وخويك والباقي على الله هذا السؤال ما له اجابة تمام السؤال التاني بعض الاشخاص وهذا السؤال صراحة مرة مهم ركزوا فيه تمام يقولي اذا انا لعب سيرفر مثلا اوروبا مثلا هل اقدر العب سيرفر تاني طيب بعض البطولات تقبل الشي دا وبعضها لا يعني انت ونصيبك بعض البطولات تلعب سيرفر ما لجبت شي تلعب سيرفر تاني وتالت عادي وبعض البطولات لا تيجي تلعب اول سيرفر تيجي تلعب سيرفر تاني تجيك رسالة يقولك لا يمكنك اللعب اذا جاتك الرسالة دي خلاص طنش لسوي حركات يمين شمال لانه اكتر الناس ياخدوا عليها باند فخلاص جاتك الرسالة طنش السؤال الثالث ودائما السؤال هذا يجيني في التعليقات يقولي كيف اشارك في البطولة اي بطولة ما لها طريقة انك انت تشارك فيها لاحظوا معايا مثلا عندنا الشرق الوسط البطولة تبدأ الساعة ستة الساعة خمسة ونص تيجي هنا عندنا هنا مكتوب بواسطة ايبك شايفينها تيجي في الاخير تحصل البطولة هنا الساعة خمسة ونص الساعة ستة بالملي تبدأ البطولة بعض الاشخاص يرسلوا لي في التعليقات يقولي البطولة عندي بس ما نقادر العبها ما تقدر تلعبها لانه ما بدي وقتها اصلا الساعة خمسة ونص تكون موجودة الساعة ستة بالملي لانه كما تضغط عليها خمسة ونص مكتوب معطل ما تقدر تلعب ستة بالملي تقدر تلعب خلاص فهمتو كيف فهذه النقطة لازم ركزوا فيها في عندي السؤال الاخير اللي دائما يجيني وصراحة السؤال هذا انا ما عارف كيف بتسأله بس حاج ياوب عليه بعض الاشخاص يقولي انا جبت خمسين نقطة ستين نقطة وما ربحت الحزمة ويكتب لي والحل ويسوي لي علامات استفهام طيب ايش الحل انا ما فهمتك يعني اما تسألني تقولي انا جبت خمسين نقطة وتكتب لي الحل وعلامات استفهام يعني الحل انا يشأ سوي لك يعني خلاص ما ربحت ما ربحت انتهى ما في حل تاني هذا السؤال دائما يجيني يقولي والحل يعني ايش الحل اللي انا اقدر اصبت لك اياه عشان تحصل على الحزمة خلاص طنش تمام اذا انت مربحت الاسكن يعني بعض الاشخاص عجبوا الاسكن عجبت الحزمة ومربحها لا حد يزعل الحزمة هذي هتنزل بعض البطولة بيوم او يومين في متجر العناصر سعر الاسكن ستممية في بوكس والحزمة الف وستمائة في بوكس الحزمة تجلس في متجر العناصر لمدة ثلاثة ايام ركزوا في هذا الشيء تجلس لمدة ثلاثة ايام وتغادر في خلال الثلاثة ايام هتشتريها تمام لانه لو غادرت معت ترجع نهائيا هذه جميع الاسئلة وجميع الاشياء اللي دائما تجيني في التعليقات وهذه كامل التفاصيل عن البطولة اذا عنده احد اي استفسار او اي سؤال جديد ارسلي في التعليقات انا اجاوب على كل التعليقات كذا وصلنا الناية مقطعنا اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب اكس تو اكس تو واهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك وان شاء الله نتقابل مقطع اخر وفي امان الله اشترك في القناة اشترك في القناة